ترايسيبس براكاي ماصل هي العضل الرابع من العضلات الموجودة في الجزء العلوي من الدراع وترايسيبس براكاي ماصل موجودة على السطح الخلفي من الهيومرس وتسمت باسم ترايسيبس لأنها بتحتوي على ثلاث رؤوس بيمتدوا منها وهما اللونج هيد واللاترال هيد والميديا الهيد اللونج هيد بتتصل بالإنفراجلونية تويركل أوفزاسكابولا واللاترال هيد بتتصل بالسطح الخلفي للعدد أسفل الجريتر تويركل والميديا الهيد بتتصل بالسطح الخلفي للعدد أسفل الرادية الجروف والثلاثة بيتحدهم مع بعض فبيكونوا الترايسيبس براكاي ماصل واللي بتتصل من الناحية الثانية بالأولوكرينون بروسيس أوفزا ألنا وهو ده الإنسيرشن الخاص بالترايسيبس براكاي ماصل أما الأوروجين يبقى زي ما قلنا بالنسبة للونج هيد هو الإنفراجلونية تويركل أوفزاسكابولا والأوروجين بالنسبة للاترال هيد هو البستيريوس سيرفيس أوفزا هيومرس بلوزا جريتر تويركل والأوروجين بالنسبة للميديا الهيد هو البستيريوس سيرفيس أوفزا هيومرس بلوزا راديال جروف نيجي بعد كده لوظيفة الترايسيبس براكاي مسل وتتلخص في ان الترايسيبس براكاي مسل تعتبر العضلة الرئيسية المسؤولة عن بسط ومد الساعد زمان اكستنسور وفزا فور ار اشتركوا في القناة